وعايز وبتحب شاومي ويهمك التصميم الازاز والمسكة الفخمة المقارنة ان انت اكيد لو بتفكر تشتري موبايل حاليا في السوق المصري في سعر 6 تلات جنيه هتكون مستنيها ومنتظرها وهي اكيد مقارنة وحش شاومي الجديد ريدمي تويلف العادي وما بين وحش سامسونج الموجود بقاله فترة فات 6 تلات جنيه النسخة الصغيرة من الاربعة وعشرين النسخة الاربعة ماتمينة وعشرين جيجا قبل ما اقول لك اي حاجة في الاول كده انت لازم تعرف ان ده سعره 6 تلات جنيه بالزبط للنسخة الاربعة ماتمينة وعشرين وعشان تاخد النسخة التمانية لازم تطلع لحد 7400 جنيه وزي ما قلت لك السامسونج النسخة برضو الاربعة ماتمينة وعشرين من الاربعة وعشرين عاملة حوالي ستتلاف ستمية لستتلاف وثمانمية جنيه باختلاف المحلات من محل للتاني او من موقع للتاني ما تنساش اكيد اللايك سبسكرايب اتفعل الجرس عشان يوصلك منا دائم كل جديد متابع معك اول باول واي موبايل بينزل جديد بقرنولك بالموبايلات الموجودة عشان تعرف بتشتري ده ولا تشتري ده وخلينا دلوقتي نخش في تفاصيل الفيديو اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قناة امك ريفيوز وخلينا كالعادة مبدئيا نبدأ بنقطة التصميم كعادة الاربعة وعشرين احنا عارفينه وبقاله كتير موجود في السوق موبايل بيجي بتصميم من المادة البولي كربونايت ولكن اللي عجبني في الموبايل تصميمه انه هادي كده وبرينسف نفسه كده وبيفكرني بسلسلة الاس 2 وينتس 3 ولكن الموبايل اللي بيكسر القاعدة في الفئة السعرية دي هو الريدمي 12 لان الموبايل بيجي بتصميم ريوش اوي وشيك اوي اشيك من وجهة نظر انا من سامسونج اي 24 وكمان الموبايل بيجي بضهر من الازاز فريم من البلاستيك لاول مرة من شاومي من فترة كبيرة حس ان في موبايل قديم لي في التصميم القيمة مقابل سعر ده حاجة اعتبر كويس فقط تصميم من وجهة نظري انا بصراحة ميال اكتر لخامات صناعة الريدمي 12 مع انها طبعا ازاز لو الموبايل وايع هيكسر وكمان التصميم اشيك حاسس ان شاومي بدأت تاخد من سامسونج جدا فكرة الكاميرات العيمة اللي بدون اي فريم حواليها لو انت بتحفظ على موبايل ايكون الافضل لك الريدمي 12 انت عايز موبايل لو وايع ما تقلقش والكلام ده كلها يكون لسامسونج 24 لان تصميم بلاستيك البلاستيك مع الوقعات ما بيجرولوش اي حاجة نجي بقى دلوقتي الحاجات بقى اللي هيبان فيها اختلافات وفيها مقارنة قوية وهي نقطة الشاشات ركز معي بقى عشان تعرف ايه افضل شاشة بالنسبة لك انت اولا الشاومي او الريدمي 12 بيجي بشاشة اي باس فول ايتش دي بلاس مع تسعين هرتز الشاشة هنا ستة وتمانية من عشرة انش او بالتقريب ستة وتمانية من عشرة انش كمان الشاشة دي هي معقول بانش وحفة سفليات واطبر مقبولة ومعقولة نسبية ولكن اللي مش عاجبني في الشاشة دي ان السطوع هنا بيوصل لخمسمية وخمسين نتس تحت اشعة الشمس هتعاني مع الموبال ده شوية لو اشعة الشمس قوية وانت براه اما بقى بالنسبة لسامسونج 24 فهو بيجي بشاشة ممتازة اموليد 90 هرتز فول ايتش دي بلاس وكمان الشاشة السطوع بيوصل ل1000 نتس يعني ضعف شاشة الريدمي 12 في الاضاءة ولكن اللي بيعاب الشاشة كالعادة الووتر دروب نوتش هو الحفة السفلية الكبيرة زيادة عن اللزوم اللي اكبر من الحفة السفلية بتاعت الريدمي 12 شاشة اي بي اس 90 ايا كانت شكلها ولا شاشة اموليد 90 وكمان الاضاءة ضعف انا من وجهة نظرنا هسيبني خالص من شكل الشاشة وهختار الشاشة الاموليد 90 اللي الوانها ممتازة طب امت روح بقى للشاشة الاي بي اس لو انت بتدور على تصميم الهول بانش ومش عاجبك خالص دروب نوتش وقافل منه وشايفه تصميم قديم زاهد لو انت بتخاف من فكرة تكلفة الشاشة الاموليد لو الموبال واقع منك ولا حاجة لان تكلفتها عالية مع الاي بي اس هتبقى مضمونة اكتر وامن اكتر بالنسبة لك وكمان الشاشة الاي بي اس بتدور اكتر من الاموليد سبق دلوقات بقى من الشاشة وننتقل لنقطة الاداء الريدمي 12 من شاومي هو هو بالضبط نفس الريدمي 10 مفيش اي اختلاف الموبال انا جايب بمعالج ميديا تيك هيلو جي 88 ومعاك 428 ولو عايز تزيد وجيب النسخة الـ 828 هتتكلف 7400 جنيه حط المعالج ده بقى في دماغك وبص على سامسونج 24 هتلاقي بيجي بمعالج ميديا تيك هيلو جي 99 ومعاك هنا برضو 428 وممكن تجيب النسخة الـ 628 هتكون برضو في حدود 7400 7500 جنيه كاداء فعلي اقدر اقولك انك بربعة جيجا بايت رام مع وجهة سامسونج تقدر تتعامل احسن وتلاقي ثلاثة اكتر مع 90 هرت سبتور خفيف ما فوش اي مشاكل وكمان دعم باستمرار والاهم ان المعالج ده قوي اما بالنسبة للميديا تيك هيلو جي 88 فهو معالج مش واحش تماما على فئة 6 جنيه معالج برضو قوي وما فيش شركة تقريبا بتقدم الميديا تيك هيلو جي 88 في الفئة السعرية ده حاليا غير شاومي فقط ولكن بالمقارنة بقى مع التسعة وتسعين هتلاقي ان التسعة وتسعين اقوى في ادايا الالعاب وكمان الوجهة والسوفتوير والتعامل سامسونج اخف 4 جيجا بايت رام مع شاومي مش افضل حاجة يعني لو انت عايز تجيب موبايل من شاومي ومزنها معك هات نسخة 6 او نسخة 8 بلاش خالص رام 4 لانه مش هيكفي احتياجاتك وهتلاقي بطء ولك بيحصل معاك في الوجهة بتاعة شاومي لان وجهة شاومي فعلا تقيلة ومش بس سامسونج لو قلتلي ريلمي لو قلتلي اوبو قلتلي اي موبايل تاني اقولك برضو اداء افضل لان شاومي مش افضل اداء حاليا ولنطق للبقى لتجربة الكاميرات والموبايلين الصراحة مش مؤثرين يعني في توليفت الكاميرات السامسونج 24 بيجي بكامرا اساسية وكاميرا آلترا وايد وبرضو لشاومي ريدمي 12 بيجي بكاميرا اساسية وكاميرا آلترا وايد ولكن قد بالك ان سامسونج بيجي مع ui s موجود في الكاميرا الاساسية الخلفية وطبعا مع نتائج الصور لو حطيت الموبايلين جمي بعضها أتلاحظ تفوق بالنسبة لـ 24 بالنسبة لمعالجة سامسونج اللي بصراحة من أكتر الشركات دلوقتي اللي المعالجة بتاعتها بتاعت الصور بتعجبني ولكن ده مش معناً من ريدم 12 وحش ريدم 12 لو هنستبعد لسامسونج 24 هو أقوى تاني كاميرا موجودة في فئة 6000 جنيه حالياً فالموبايلين كاميراتهم ممتازة وكل حاجة وأنا ما عندش أي موبايل منهم مشاكل ولكن لو بتعتمد في التصوير الليلة أكتر عايز ألوان مفرقة أكتر ما بيكملش للواقعية الألوان بتطلع لعينك كده من الصورة اللي سامسونج 24 هيدي لك النقطة دي عايز صور بتطلع تميل إلى الواقعية أكتر ريدم 12 أو شاومي عمتاً بيكميل حالياً للاتجاه ده وبالنسبة للكاميرا الأمامية في الموبايلين متقربين جداً من بعض اللي اتنين بيقدموا تجربة كاميرا كويسة إلى حد ما ما فاش أي مشكلة تقدر تعتمد عليها عادي بالنسبة للريدم 12 وبالنسبة للA 24 وعايز أقول لك إن بيقدم مدخل تلاتة ونص ملي وبرضو الاربعة وعشرين بيقدم تلاتة ونص ملي ريدم 12 بيقدم بصمة موجودة في زرال باور بتشتغل بكفاءة وبرضو الاربعة وعشرين بيقدم بصمة موجودة في زرال باور بتشتغل بكفاءة واخيرا طبعا الاتنين بيقدموا سماعات مونو ولكن في النقطة موجودة في الريدمي توولف مش موجودة في الاربع وعشرين ان الريدمي توولف مقاوم لطرتاشة المية. يعني الموبال لو طرتاش على المية من بعيد مش هيتضرف حاجة. اما السامسونج ما فيش اي معيار معلن انه بيدعم طرتاشة المية او كلام من ده. اما بقى بالنسبة الاخر حاجة ودي اللي هتلاقيها شاومي دائما بتضفعوك فيها. ان الموبال ده بيجي ببطارية كبيرة خمس تلاف ملا امبير ما فيش اي مشكلة زي السامسونج بال الضبط برضو بطارية خمس تلاف ملا امبير ولكن ان سامسونج جاي من غير اي حاجة تماما في القلبة هي وصلة شاحن فقط. والموبايل اخره خمسة وعشرين واط هتشتري الشاحن منفصل. اما بالنسبة للريدمي توولف فهو بيجي بكارتونة كاملة فيها كل حاجة في اجراف والموبال جاي على اسكنين بروتكتور كمان وبيدعم شاحن مش شايفه اسرح حاجة الصراحة تمنتاشر واط. فلو انت هتشتري الشاحن المنفصل بتاع سامسونج الخمسة وعشرين او عندك شاحن خمسة و عشرين اما ريدمي توولف اكره تمنتاشر واط. اما لو انت ما عندكش شاحن اصلا وعايز موبايل في فئة ست تلاف جنيه ومش عايز تتكلف فيكون الريدمي توولف اختيار افضل لان الموبايل مش نقصه حاجة بيجيب حاجته كاملة فمش هتضطر تشتري اي حاجة زيادة. فمن وجهة نظر في اخر الفيديو انا شايف ان الموبايلين يعتبر كويسين جدا انا شايف ان الموبايلين بيقدموا فعلا قيم القوية مقبل ساعة. بتفضل سامسونج وسوف تويري سامسونج والشاشة الاموليد ومش همك تصميم الشاشة. وعايز اقوى معالج حاليا في فئة ست تلاف جنيه يكون الاربع وعشرين. انت عايز الشاشة للي شكلها حديث اللي هو البانش والحافة الصفلية الصغيرة. وعايز وبتحب شاومي ويهمك التصميم الازاز والمسكة الفخمة هيكون ريدمي توولف هو اختيارك في الاول وفي الاخر رأيك يهمني يسيب لي رأيك تحت في الكومنت. وبس كده تحضر كون وصلا لانا نهاية الفيديو اكيد ما تستاشي لايك سبسكرايب وتفعل الجرس شانو وصلك من دائما كل جديد وكالعادة انتظرن فيديو جديد. سلام.